لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نكمل القراءة في هذا الكتاب الذي هو بعنوان الأقوال الشازة في التفسير للدكتور عبد الرحمن الدهش وصلنا إلى هنا لما يضرب أمثلة على ما سبق الكلام عنه وهو أن التوسع بعض المفسرين في الدعاء العجمة في بعض ألفاظ القرآن هذا كان سببا من أسباب الأقوال الشازة في التفسير يعني نحن طبعا في المجلس السابق المعنى إلى الخلاف بين العلماء حول وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن من عدمه يعني الآن بخض النظر عن هذا الخلاف الآن سيضرب مثالين على أن التوسع في الدعاء العجمة في بعض ألفاظ القرآن هذا أدى أو كان سببا من أسباب الأقوال الشازة في التفسير يقول هنا تحت هذا العنوان المثال الأول الرحمن بعد أن يذكر مقدمان لا شأن لنا بها لأنه هذه لا تفصل في قضية أنه هل هذا اللفظ أعجمي أو أنه عربي لأنه هنا يذكر أن هذا اللفظ الرحمن ورد في القرآن كثيرا 57 مرة وأنه الرحمة من صفات الكمال نثبت على ما أثبتها لنفسه دخلنا في مسائل العقيدة الآن ومسائل الصفات وأنه لهذه الصفة آثار عظيمة في الخلق وأنه ما من نعمة إلا بها يعني بأثر هذه الصفة صفة الرحمة ينعم بها على العباد وأنه رحمة الله واسعة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعنما هذا لا يفصل في الخلاف بين العلماء في أن هذا اللفظ اللفظ الرحمن هل هو أعجمي أم عربي طيب يقول لذلك ندخل في الموضوع هنا يقول ومع جلالة هذا الاسم يعني اسم الرحمن وعظم مبنى ومعناه ووضوح اشتقاقه في العربية إلا أن أبا بكر بن الأنباري يذكر أن أبا العباس أحمد بن يحيا ثعلب الملقب بثعلب أن أبا العباس أحمد بن يحيا ثعلبا كان يذهب إلى أنه أعجمي لا تعرفه العرب ويقول إنما جمع بين الرحمن والرحيم لأن الرحمن عبراني فجاء معه بالرحيم العربي يعني هو قال بسم الله الرحمن الرحيم مثلا أنه لماذا قال الرحمن الرحيم يعني ما الفرق بينهما طبعا في كلام ومذهب كثيرة للعلماء في الفرق بين الرحمن والرحيم منها هذا المذهب العجيب أنه كلاهما بمعنى الرحمة يعني مشتق بنا يعني في اسم فاعل من الرحمة يعني لكن كل ما في الأمر أن الرحمن عبري والرحيم عربي طبعا هذا الكلام عزاه ابن الأنباري لثعلب ملقب بثعلب أبي العباس أحمد بن يحيا لكن هنا في الحاشي يذكر أنه وقع وهم للقرطبي حين عزى هذا القول إلى المبرد وسبب هذا الوهم أن المبرد كنيته أبو العباس وثعلب أيضا كنيته أبو العباس هذا هو ما في الأمر لذلك هنا يذكر أنه ينقل نص القرطبي لما يقول للقرطبي هنا زعم المبرد فيما ذكر ابن الأنباري في كتاب الزاهر له أن الرحمن اسم عبراني وتابعه في ذلك ابن كثير يعني تابع ابن كثير القرطبية في هذا الوهم أنه عزوا هذا القول الذي قاله سعلب في الأصل عزوه للمبرد سبب في ذلك أن المبرد وسعلب كلاهما يلقب بي أو كنيته كنيتهما أبو العباس لكن لما ترجع إلى كتاب الزاهر لابن الأنباري تجد أنه يقول وسمعت أبو العباس يقول إنما جمع بين الرحمن والرحمن والرحيم لأن الرحمن عبراني طبعا لما يقول ابن الأنباري سمعته يعني معنى هذا شيء معنى ذلك أن أبو العباس سمعته أبو العباس معنى ذلك أن أبو العباس شيخه لكن من شيخه ابن الأنباري قال هنا المراد بأبو العباس سعلب شيخ ابن الأنباري وليس أبو العباس المبرد كما توحي يعني لما يقول سمعت معنات أنه سمع من شيخه وشيخ ابن الأنباري هو أبو العباس ثعلب وليس أبو العباس المبرد قال وقد نص على تسميته بثعلب الزجاجي أيضا الزجاجي أنه قال ثعلب أنه جمع بين الرحمن والرحيم لأن الرحمن عبراني يذكر هنا طبعا يذكر أن الزجاجي يذكر نسب هذا القول إلى ثعلب وهو النسبة الصحيحة وبن سيدة أيضا والكرماني في غراب التفسير لكن الذي وقع في الوهم أنه نسبه للمبرد القرطبي وابن كثير طيب وهم آخر أيضا يقول ينقل عن القرطبي أنه قال بعد كلامي السابق قال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وقال أحمد بن يحيا الرحيم عبري والرحمن عبراني فلهذا جمع بينهما وهذا القول مرغوب عنه يقول القرطبي نقلا عن الزجاج وفي الواقع ليس الزجاج هو الذي نقل هذا النقل وإنما النحاس في معاني القرآن سبب الوهم أن أن اسم الكتاب نفسه يعني الزجاج له كتاب معاني القرآن والنحاس له كتاب معاني القرآن لكن الزجاج معاني القرآن وعرابه يعني الكامل أما النحاس له معاني القرآن فهنا ينبه الباحث أنه القرطبي بعد أن نقل بعد أن ينقل الباحث كلام القرطبي هذا عن الزجاج يقول وتبع القرطبية في هذا النقل وعزوه إلى معاني القرآن للزجاج ابن كثير أيضا لاحظ نفس الوهم هنا يعني وقع فيه القرطبي وتبع عليه ابن كثير وبعد تدقيق لم أجد هذا في الكتاب المذكور حتى وجد ابن سيدة قال في المخصص بعد أن حكى قولة ثعلب ولم يحكي هذا أبو إسحاق في كتابه يعني الزجاج يعني نبه هنا ابن سيدة على أن بعد أن حكى قولة ثعلب أنه الرحيم هو عربي والرحمن عبراني قال أن هذا القول لم يحكيه أبو إسحاق في كتابه يعني يقصد به الزجاج في كتاب معاني القرآن ويذكر الباحث هنا أنه ثم أثناء البحث في هذه المسألة وقفت في معاني القرآن للنحاس على نص العبارة التي ذكرها القرط وبها تبين جزء الوهم في كلام القرطبي ومن تبعه وأن الوهم في مؤلف الكتاب فقط وأن الكلام للنحاس وليس للزجاج إذن القرطبي نقل هذا الكلام أنه قال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني نقله من كتاب معاني القرآن للنحاس لكن لما عزاه عزاه وهما أو متوهما إلى الزجاج لأن نفس الكتاب أو الكتاب له اسم واحد أبو إسحاق الزجاج ألف كتاب سمى معاني القرآن وأيضا النحاس ألفه بهذا الاسم فالخلاصة أنه هنا وقع للقرطبي وهمان وهم أول لما نسب إلى المبرد أنه فرق بين الرحمن والرحيم بأن الرحمن عبري والرحيم عربي والواقع أن هذا لم يقله المبرد إنما قاله أبو العباس ثعلب سبب الوهم أن المبرد أيضا كنيته أبو العباس الوهم الثاني الذي وقع فيه القرطبي وأيضا تابعه عليه ابن كثير أنه نقل عن كتاب معاني القرآن للنحاس لكن لما سمى الكتاب سمى أو توهم أن الكتاب أو أوهم أن الكتاب المقصود به هنا معاني القرآن للزجاج أو ليس أوهم ونص على ذلك قال أبو سحاق الزجاج في معاني القرآن المفروض يقول قال النحاس في معاني القرآن كما هنا نرجع إلى ما كنا فيه الخلاصة أن الأنباري يحكي عن شيخه أنه ذهب إلى أن الرحمن أعجمي لا تعرفه العرب وإنما جمع بين الرحمن والرحيم لأن الرحمن عبراني فجاء معه بالرحيم العربي يكمل هنا يقول وقال سعلم إن أصله رخمانا بالخاء المعجمة من فوق فنقل إلى العربية وأبدلت حاء مهملة يعني كان رخمان أصله في العبري لما نقل إلى العربي صار رحمن قال وحذفت الألف فقيل الرحمن واحتج لهذا القول بأمور من أبياني أولا قضيت أن حذفت الألف هي حذفت في الكتابة وحتى في بعض البردان العربية يكتبونها مثل المغرب يكتبونها ما زالوا يعني يكتبون الرحمن بالألف يكتبونها ويلفظونها لكن نحن هنا في الشام وفي المشرق لا نكتبها نلفظها ولا نكتبها يعني نقول الرحمن لكن لا نكتب نلفظ الألف بعد الميم لكن لا نكتبها طيب الباحث سينبه على هذا أصلا بعد قليل كما سيئتي إن شاء الله واحتج لهذا القول بأموره من أبياني أنا ما الدليل على أن الرحمن هذه ليست عربية فضلا عما سبق الدليل قال أولا إنكار العرب له كما يفهم من قوله تعالى وإذا قيل لهم ازجدوا للرحمن قال وما الرحمن طيب قال وفي حديث صلح الحديبي الطويل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمر أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي لكن أكتب بسمك اللهم والحديث في صحيح البخاري كما هنا طيب الثاني قال لو كان مشتقا من الرحمن لحسونا أن يقال رحمن بعباده كما يقال رحيم بعباده لكن أنه يقال هو رحيم بعباده ولا يقال رحمن بعباده وهكذا يعني مؤدى هذا الاستدداء لكن الآن سيرده بعد قليل البحث قال وقد تعقب هذا القول ورد على قائله وأثبت أن الرحمن كان معروفا عند العرب وأشعارهم شاهد بذلك الآن سيأتي بأدلة على ذلك قال ابن جرير قال ابن جرير رحمه الله قال ابن جرير رحمه الله ابن جرير الطبري بعد إنكاره الشديد على من زعم أن العرب لا تعرف الرحمن في كلامها ووصفهم بقوله وقد زعم بعض أهل الغباء فهذا كثير يعني اشتدى في اللهجة طيب قال وقد أنشد لبعض الجهلية الجهلاء ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها طيب يعني يوجد لاحظ أنه يستشدون أو يعني استشهدوا بهذا البيت وهو يعني من شعر الجاهلية طيب وقال سلام ابن جندل السعدي عجلتم علينا عجلتين عليكم وما يشئ الرحمن يعقد ويطلقي قال وأما القول بأن أصله رخمان طبعا هنا خلص انتهى كلام هنا ابن جريل يقول هنا الباحث وأما القول بأن أصله رخمانا فهي دعوة من قائلها والعربية أقدم من العبرية فلما لا يكون أصله رخمان بالحاء المهملة وأعجم لما دخل العبرية وليس العكس أنتم تقولون هو كان أصلا رخمان في العبرية ولما عربته العرب حزفت الخاء حزفت يعني قلبت الخاء حاء صار رحمن طيب ليش لا يكون العكس أنه كان أصله رحمن لكن اليهود مثلا ادخلوه إلى لغتهم ويعني حرفوه أو جعلوا الحاء خاء ليش لا يكون العكس لسيما أنه العربية أقدم من العبرية طبعا هنا بحث عن قضية اللسانيات واللغات الشرقية ومن هو ومن هي أصل هذه اللغات ويعني هذا ممكن نعلق عليه وممكن أنتم تعلقون عليه أيضا طيب لا سيما أن بين العبرية لا سيما أن بين العربية والعبرية تشابه كثير في الألفاظ طيب شبهة أخرى يردها هنا أو دليل سبق أن استدلوا به قضية إنكار المشركين لهذا الاسم هنا يقول وأما إنكار المشركين لإسم الرحمن فهو فرعا عن إنكارهم لنبوة محمد صلى الله وسلم قد قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبنائهم أي يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم فهم ينكرون ما استقر في أنفسهم جهودا كما قال تعالى فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين لا يجحدون يعني هم أنكروا لفظ الرحمن عنادا وليس لأنهم لا يعرفون بالعربية كما أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا عنادا مع أنهم متحققون من صدقه فأيضا الكتاب كذلك كانوا يتحققون من صدقه لكن كانوا يجحدون وهذا هنا يأتي بالآية الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يجحدون أبنائهم هذا بالنسبة لأهل الكتاب وبنسبة المشركين أيضا يقول فإنهم لا يكذبون كوكي النظار من بأيت لأيجاد ليش قال وهل يلزم بعد ثبوت عربية كلمة ما أن ترد بنفس ما وردت به كلمة أخرى في الاستعمال يعني غاية ما هنالك أنه الرحمن الرحيم يعني استخدمت مع قوله بعباده رحيمة بعباده لكن ليس بالضرورة أنه كون أنه الرحمن لا يقال رحمن بعباده أو لم تستخدم لا يدل على أن هذا هذا اللفظ لفظ الرحمن عجني ذلك هنا يقول وأن يلزم بعد ثبوت عربية كلمة ما أنترد بنفس ما وردت به كلمة أخرى في السماء لكن في هذا في الواقع هذا يعني دفع للحجة أو دفع بالصدر أو أو مصادر على مطلوب هو أو أنه يقول هل يلزم بعد ثبوت عربية كلمة طيب أثبت أولا أنها عربية يعني طبعا هذا نقوله من باب الإيش يعني الإنصاف أنه ما بصير أنت تقول هل يلزم بعد ثبوت عربية كلمة ما بصير تقول لخصمك الذي ينازعك بأنها عربية تقول له بعد ثبوت عربية ما نحن نتنازع في الثبوت الآن كيف تقول أنه لا هي الآن ثبت أنها عربية لكن أنه لا مانع من أن ترد بنفس ما وردت به كلمة أخرى في الاستعمال يعني هذا مصادر المطلوب يعني الله أعلم طيب خال بعد ذلك وبعد هذا لا يبقى متمسك في دعوة عدم عربية اسم الرحمن كيف وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل أن الرحمن خلقت الرحم وشغقت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته فهذا صريح وجه الدلالة قال فهذا صريح فأن الرحم مشتق من اسم الرحمن أن الرحم مشتق من اسم الرحمن وأما الاشتقاق أن الرحم مشتق من اسم الرحمن والاشتقاق إنما يكون في الأسماء العربية لا في الأعجمية طالما هو أصلا هذا الحديث يعني أنه دل على أن الرحم مشتق من الرحمن أو من اسم الرحمن فهذا دليل أن الرحمن لفظ عربي لأنه الاشتقاق طالما يشتق منه معنة هو عربي لأن الاشتقاق يكون في الأسماء العربية لا في العجبي ليس من المعقول أنه هذا الرحم هو لفظ عربي لكن مشتق من الرخمان اللي هو اللفظ العبري لا هو مشتق من لفظ عربي مثلا وهو الرحمن يعني كونه مشتق من هذا اللفظ من لفظ الرحمن دليل على أن هذا اللفظ الرحمن هو نفسه عربي لأنه لا يكون الاشتقاق أو لا يشتق من غير العربي يختم هنا فيقول وأقل ما يقال في قول مدعي العجمة ما قاله الزجاجي ماذا قال الزجاجي رحمه الله وقال ولم ينعم الذاهب إلى هذا المذهب النظرة يعني لم يتمعا لم يفكر كثيرا لماذا قال لأن الرحمن معروف الاشتقاق والتصريف في كلام العرب والأعجمي لا معنى له في كلام العربي ولا تصريف قال ما هو نحن نشتق يعني الرحمن نشتق منه ويتصرف وما إلى ذلك فهذا دليل عنه عربي وإلا لما كان يمكن أن يتصرف به فيقال الرحمن الرحيم ولا يشتق منه الرحيم وما إلى ذلك فهذا الاشتقاق والتصريف دليل على أن اللفظ نفسه عربي هذا قاله الزجاج في كتاب له اسمه اشتقاق أسماء الله للزجاجي تنبه يقول ذكر الكرماني في غرائب تفسير كما ذكر غيره قول ثعلب في إعجمية اسم الرحمن وجعل ذلك من الغريب إلا أنه خلف غيره حيث نسب لثعلب أن أصله سرياني لا عبراني يعني هم نسبوا إلى ثعلب الآن أنه يقول أصل هذا اللفظ الرحمن أصله سرياني لا عبراني لكن غير الكرماني قالوا لا ثعلب أنه قال بأن هذا اللفظ عبراني هذا الذي نسبه لاحظ نسبه ابن الأنباري لشيخه ثعلب وغيره لاحظونا أنه يذكر اسماء آخرين هنا يقول أنه ابن سيدة أيضا نسب لثعلب هذا القول لكن الكرماني قال أنه ذكر بأن هذا الاسم الرحمن هو سرياني والله أعلم ثم يذكر مثالا آخر فيقول المثال الثاني قوله تعالى كلا لا وزر سورة قيامة قال ابن عباس لا جبل يواريه من النار وهي بلغة حمير يسمون الجبل وزرا فإذن يعني هنا روي عن ابن عباس كما في هذا تنوير المقباس من تفسير ابن عباس طيب أنه قال أنه الجبل هو لغة حمير الوزر يعني هي بلغة حمير معناها الجبل يعني يسمون الجبل وزرا طيب قال وروا ابن أبي حاتم عن الضحاك في تفسير الآية قال لا وزر يعني لا جبل قال وهي لغة أهل اليمن طيب ما هي يعني اليمن أو لغة حمير أو كذا هذه معدود من الهاجات العربية أو ما إلى ذلك والحال سنعلق على هذا على لغة حمير أو لغة أهل اليمن وفي تفسير ابن جرير عنه بلغة حمير وقيل لا جبل ولا ملجأ بلغة النبطية صرنا بلغة أخرى طيب وقيل الوزر ولد الولد بلغة هذيل يعني هذه لهجة إذن من لهجات العرب الوزر ولد الولد لكن المعاني تختلف هنا الوزر ولد الولد يعني كلا لا وزر يعني لا أحفاد يعني لا أولاد أو ما إلى ذلك طيب قيل لا جبل هذا بلغة النبطية أيضا نفس القول هنا لكن الضحاق على ذلك لا وزر يعني لا جبل بلغة أهل اليمن وابن عباز أيضا قال لا جبل ليواريه من النار بلغة أهل بلغة حمير يسمون الجبل وزرا كما سبق طيب قال هنا الباحث يعقف فيقول وبعد النظر في مادة وزر في اللغة وفي الاستعمال القرآني نجد ما قاله ابن فارس تفوى سنة ثلاثمائة وخمسة وتسعين يقول رحمه الله إن للمادة هذه وزر واو زاي را إن للمادة أصلين لغويين أحدهما الملجأ والآخر الثقل في الشيء قال ومن الثاني الذنب يسمى الوزر قال تعالى ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيام هذه الأوزار جمع الوزر قال ومنه الوزير سمي به لأنه يحمل الثقل عن صاحبه عن صاحبه يعني عن الملك هذا قاله في معجب مقاييس اللغة معجب مقاييس اللغة من الثاني يعني من المعنى الثاني هذا الثقل في الشيء أنه سمي الوزر لأنه يعني ثقيل يوم القيامة طيب والوزير أيضا سمي بذلك أنه يحمل الثقل عن الملك طيب أو عن الرعية أو ما إلى ذلك طيب وأما الاستعمال الأول وهو المراد هنا فهو استعمال عربي صحيح ولا يمنع أن يكون أصله في الجبل هذا طبعا الكلام للباحث الآن أن هنا انتهى كلام بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب يعني كلا لا وزر يعني لا ملجأ ثم يقول وأما الاستعمال الأول اللي هو أن الوزر بمعنى الملجأ قال وهو المراد هنا فهو استعمال عربي صحيح ولا يمنع أن يكون أصله من الجبل فإذا هو المراد هنا يعني المعنى في قوله كلا لا وزر يعني لا ملجأ هو بدليل السياق لأنه قبل ذلك قال يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر فإذا السياق يدل على أن لا وزر لا ملجأ طبعا يعني في أقوال أخرى للمفسرين كما رأينا وكما سنعلق إن شاء الله طال طيب يقول أما الاستعمال الأول وهو المراد هنا فهو استعمال عربي صحيح ولا يمنع أن يكون أصله في الجبل طيب قال مطرف بن الشخير رضي الله عنه هو الجبل لاحظون لا وزر يعني قال هو الجبل إن الناس إذا فروا قالوا عليك بالوزر ثم هنا يقول ثم هنا يقول قال الزجاج قال الزجاج الوزر في كلام العرب الجبل الذي يلجأ إليه هذا أصله وكل ما التجأت إليه وتخلصت به فهو وزر قال ابن عطية متوفر السنة 546 والحقيقة أنه الملجأ كان جبلا أو حصنا أو سلاحا أو رجلا أو غيره يعني الكلمة عم من الجبل هو كلا لا وزر يعني لا ملجأ الجبل أحد ما صادق هذا اللفظ يعني الملجأ يصدق بالجبل يصدق بالحصن يصدق بالسلاح بالرجل فهذا هو فمن هنا يقال أنه هنا لما تجد المفسرين يتعدد أقوالهم يعني قد يكون هذا من باب يعني من باب التعديد المصدقات أو يقال أنه لما يختلف كثير من الأحيان لما يختلف المفسرون يكون هذا اختلاف تنوع فهونا الذي قال أنه الجبل هذا أحد مصاديق الملجأ وحصن نفس الشيء سلاح ورجل أيضا يعني نفس الشيء يعني هو من المصاديق لهذه الكلمة لذلك هنا لما قيل وقيل الوزر ولد الولد أيضا هذا من المصاديق لكلمة الملجأ فلاحظ هنا بن عطية كيف نبه والحقيقة أنه الملجأ كأن الملجأ كان جبلا أو حصلا أو سلاحا أو رجلا أو غيره حتى ولد الولد هنا يعني يصدق على الرجل ويصدق على أبايريه أيضا قالوا بهذا تتبين عربية لفظة وزر في الاستعمال والقرآن وخطأ ردها إلى أي لغة أخرى لكن طبعا هنا هنا أنا أرى أن الباحث يعني كأنه يعتبر أنه لغة حميار أو لغة يعني هذيل أو يعني النبطية هذه شيء تاني ممكن لكن يعني هذه ممكن لهجات عربية وليست يعني لغات أخرى غير العربية ممكن هذا نعلق عليه أيضا إن شاء الله ثم يضرب لنا الباحث هنا مثالا ثالثا طبعا أنا في أول وديا قلت سيضرب مثالين لا هي في الواقع ثلاثة طيب أليم أيضا هذا من العجب أن هذه كلمة عجمية يعني على بعض الأقوى يقول هنا الباحث وردت كلمة أليم في القرآن الكريم 72 72 72 72 مرة طيب وهي أصل واحد فعيل بمعنى مفعل أي مؤلم بمعنى موجع فعيل بمعنى مفعل يعني أي هي فعيل أليم على وزن فعيل لكن معناها مفعل أي موجع مؤلم بمعنى موجع فأليم على وزن فعيل لكن بمعنى مفعل مفعل أي مؤلم مؤلم يعني موجع طيب قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع هنا الشاهد أين أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع طيب لم يتبين لي يعني أمن أظن سنعلق عليه على كل حال يقول هنا أن هذا مطلع قصيدة غزلية حماسية لعمر ابن معد يكرم الزبيدي الصحابي ريحانة مطلقته وقيل أخته ومعنى البيت بسبب ريحانة بسبب ريحانة يؤرقني الشوق الداعي المسمع وأصحابي هجوع أين يام وذكر غير واحد البيت شاهد على مجيء فعيل بمعنى مفعل هذا محل الشاهدون أنه ليس على كلمة أليم إنما يعني هو استشهد به ليبين أن فعيل يأتي بمعنى فعيل يأتي بمعنى مفعل فأليم هي بمعنى مؤلم مثل أنه السميع بمعنى مسمع هذا هنا قال لاحظ أنه أنه ذكر غير واحد البيت شاهدا على مجيء فعيل بمعنى مفعل فلذلك هنا قال أبي سوي ريحانة يؤرق الشوق الداعي المسمع هو قال سميع المسمع هي معناه المسمع طيب قال وكلام أي مثل اللغة وأهل معاني القرآن وغريبه لا يعدو هذا المعنى يعني كلهم قالوا أنه أليم بمعنى مؤلم أي موجع قال ولم يأجد في كلامهم من قال إنها معربة إلا ما حكاه أبو الفرج بن الجوزي المتفسد خمسونة سبعة وتسعين ولم ينسب لأحد فقال ماذا قالونا قال بلغة الزنج الأليم أليم بلغة الزنج الألم الوجع وقال أبو القاسم موجعا أليم يعني أليما يعني موجعا بلغة العبرانية ونسب السيوط هذا القول إلى شيذلة شيذلة قال هو أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجبلي واعظ من فقه الشافعية صنف فقه أصول الدين والوعظ من كتب الورهان في مشكلات القرآن توفى سنة أربعمية وأربعة وتسعين طيب وهنا الباحث يعقف يقول ومن له أدنى تأمل فيما قيل عنه إنه معرب يعني ليس فقط في هذه الكلمة كلمة أليم في هذه الكلمة وغيرها كثير يعني وطبعا بعض المذاهب أنه لا يوجد في القرآن شيء أعجمي أو معرب أو ما إلى ذلك وهذا قاله الشافعي وسبق أن يعني بينا ذلك وأنه كل ما قيل من أنه أعجمي أما أن يكون توافق يعني توافق لغات يعني استخدم في هذه اللغة وفي هذه اللغة نفس اللفظ وسبق أن بسطنا ذلك قال ومن له أدنى تأمل فيما قيل عنه إنه معرب يدرك بوضوح مدى التوسع في هذا الباب طبعا هذا محل الشاهد أنه التوسع في الدعاء أن هذا اللفظ معرب أو هذا عجمي أو ما إلى ذلك وأن كثيرا ممن اشتغل بجمع ذلك بجمع هذه الألفاظ التي قيل بأنها معربة أو عجمية وأن كثيرا ممن اشتغل بجمع ذلك يكتفي بالدعاوي أو الدعاوة دون بالدعاوي دون البينات طبعا والدعاوي كما يقال الدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء هذا قاله المصير في همزيته رحمه الله لما قال خبرون أهل الكتابين من أين أتاكم تثليثكم والبداء ما أتى بالعقيدتين كتاب ما أتى بالعقيدتين كتاب واعتقاد لا نص فيه الدعاء والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء نكمل هنا قال وصنيع كثيرا منهم يوحي أن رغبتهم في الجمع والتكسير دون التحقيق والتنقير ولا أدل على ذلك من كلمات نقل القول بعجمتها ودخولها إلى اللغة العربية أنهم زعموا بأن هذه عاجمية ودخلت اللغة العربية ثم يقول ومعاجم اللغة وكسرة استعمالها واشتقاقها مبطل لما نقل مبطل لما نقل هنا يعني أضرب كأنه مثال آخر اللي هو كلمة الصراط وابلعي وهذا ممكن أن نعلق عليه ونأتي بكلام مفسرين في هاتين الكلمتين الصراط وابلعي وفي غيرها الكثير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر